مهاجم مثلاً مصري أنت اللواتي 27 سنة دخل على 28 سنة لو بتلعب دلوقتي تقدر تسجل كم في الدوري بالتوفيق يعني إن شاء الله فأينادي أنافس على الدوري أنا طول السنين اللي لعبتها كنت منافس على الدوري طول السنين كلها يعني ما فيش مثلاً موسم جبتي في جونجونين ثلاثة الكلام ده أقل حاجة جبتها عشر أرسل أنت اللواتي جاهز وبتتمرن وبتشتغل وأنت فاهم أنه صعب أنه حد يجي ندالك يقول لك يا أحمد تعالى ما إحنا عايزينك معا أكيد صعب طبعاً أنا مفهوم بس أنت حاس من جواك أنك لو لعب دلوقتي تقدر تسجل عادي طبعاً عادي عادي جداً الموضوع مش الموضوع مش صعب خصوصاً أنت السنين اللي فاتت اشتغلت يعني لو أنا جهزت لأ ألعب عادي ما أنا بتمرن عادي بس الفكرة مش كنا يعني الفكرة عايزة مدرب مدرب يكون قوي وعنده شخصية فاهم والله المدربين للأسف أنت لما بتبقى مثلاً لعب نجم بتلعب في نادي وبتيجي تنزل مثلاً في الأندية اللي هي بقى مثلاً في وسط المدربين بتبتدي تخاف منك بدون سبب عشان كنت أسمع عندك دايماً أنت عندك شخصية واللعب قريبة منك المدربين بتقلع من الكلام ده لا 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 في مدربين آه في مدربين بتقلع طبعاً وفي مدربين يعني مثلاً تيجي مثلاً تلاقي إدارة النادي بتحبك أنت زنبك إن الناس بتحبك ولا حاجة لا يا عم حاولت ماشي لي ماشيني همشيك ليه أصلاً أنا هدف الفريق وبالعب والدنيا حلو والله كده بيفكروا كده المدربين كل 90% من الحاجات اللي بتحصل في الفرق كلها حاجات شخصية لعيب يمشي على لعيب يقعدك الحاجات دي كلها حاجات شخصية 90% منها حاجات شخصية اه لو أنا أحبك أو أكرهك من لاش علاك أو إمكانياتك صح كده؟ كل واحد عارف الناس يعني مثلاً إيه والله أنا مش جاي أتكلم أو أنتقد أو الكلام ده كله بالعكس أنت بتقول حاجات دلوقتي المهمة أنه الناس تشوفها وتستفيد منها ونحسن يعني هم مش بيفكروا إزاي يشتغلوا هو بيفكر إزاي يسيطر على المكان أي يعني معظم الناس اللي اشتغلت معها بيفكر إزاي يدخل المكان يسيطر عليه إزاي جند لعيب اللعيب في الفرقة ولا لعبين والله يقولولي كل حاجة إزاي جند العمال إزاي تقرب من إدارة النادى عشان أفضل موجود والله قبل ما بيفكر يشتغل آه يعني مش بيقول أنا هشتغل لا لا ما بيهتموش بالناحية الفنية قد ما بيهتموا بالحاجات اللي حواليها بس أرجعتني بقول أنه يعني أنت بتقول العدد كبير بس مش كل الناس لا مش كل الناس في ناس كويس أنا ذكرت لك ناس كويس في ناس اللعيبة بتتكلم كابتن أحمد سامي برضو اللعيبة بتتكلم عليه كويس يعني مش كل الناس عشان ما اتمرنتش مع كل الناس لكن اللي انت اشتغلت معهم هو تتكلم عن اللي اشتغلت معهم اه اه اللي اشتغلت معهم لا قليلين يا كابتن عوضة كويس فيه ناس كويس دول فترتك في مصر دي و عشان هروح كمان في الحكايات الهلال السعودي بس في مصر دي مين أكتر نادي انت كنت تلاعب معهم مرتاح فين في أي نادي؟ أي نادي من التجارب الكتيرة اللي انت خطتها كنت مرتاح في النادي ده في مصر لا عنديها كتير المقاولين كنت مبسوك كنت حاس ان انا قاعد في بيتنا عشان كده كنت باشتغل كويس المعاولين جبتلهم في الدورة 54 جول او 53 جول بس 3 سنين اه 3 سنين 3 سنين 54 جول اه طبعا فيه فيه مواجبين بتلعب حياتها كلها ما بتجيبوش في الدورة المصر بجد المعاولين المعاولين البنك الاهلي البنك الاهلي والكابتن خالد مشاني كابتن خالد جلال كنت هدى في الفريق ومشاني ليه مشاك عشان الفكرة دي برضه عشان فكرة ان الادارة كتب تحبني والله والله كنت هدى في الفريق والادارة ايديتني غزبا عنه وفضلت يعد وانا اللي اخترت امشي في الاخر لما قال لي خلاص هو قال لهم استنى لما جدد عشان يبقى قوي وهم اعلنوا انه هو جدد بعد كده قال لهم يا انا هو لما جدد قبل ما يجدد مقدرش ماشى اللعيبة اللي هتمشي بس ما كانش ماشي استنى لما جدد بعد لما جدد خلاص هم اعلنوا انه هو جدد قدام الرأي العام والناس خلاص طب هل مسا كل المدربين كان عندهم مشكلة مع احمد علي ولا ممكن يكون احمد علي اللي كان عنده المشكلة خالص انا لو عندي مشكلة ما كنتش هامش كويس السنين دي كلها انا بحكي لك بعض الحاجات لكن مش كلها مش ممكن تكون انت مسلا كنت بتضايقهم شخصيته قوية جدا فشخصيته قوية علينا فمش عالفين يتعامل معاه مش ممكن دي حاجات فيجي في بالهم خالص ولا الهواء اه ولا اي حاجة كنت لعب ملتزم وبتسمع الكلام انت شايف مع السنين اللي فاتت دي كلها كنت بلعب ازاي انت لو بتضايق مدرب هيلعبك لا طبع طيب ما كنت بلعب ازاي الحمد لله كل الفرق اللي لعبتها كنت شغال فيها كنت بلعب أساسي فيها